احكي فيها الاحوال العاطفية وكذلك حتى العامة بس رح ركز اكثر على الوضع العاطفي الى برج الحمل اوكي بدي اقول ونواه هلا شاغلي على انه هزي القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع في امكانية انه تكون قراءة عكسية وخاصة للعلاقات العاطفية رح تحدث كذلك حتى عن العذاب الى برج الحمل اوكي رح نشوف شو بخبئ لون شهر جون اوكي بداية انا برج الحمل عمشوف طاقتك كأنه انت عمشوف عندك راغبة ملحة انه تبتعد عن كل شي عميسبب لك قلم عمشوفك في حديث مع النفس عمتتقلم مع حالك عم تحاول انه تلاقي طريقك بالحيات عمشوفك كأنه تتجه او تبحث عن طريقك بالحيات عمشوفك مو بتعد عن كل الامور التي عم تجيب لك سواء كانت علاقة سواء كان عمال سواء اي شي ممكن وارد جدا انه يكون حب او علاقة حب عمشوفك عم تبتعد وعم شوفك عم تعيد حساباتك برج الحمل اوكي بالنسبة لطاقة الشريك فانا عمشوفه لهذا الشخص ممكن تتعامل مع ابراج نارية او مائية او ترابية وارد جدا انه تكون تتعامل مع برج العذراء عمشوفك عمشوفه للشريك هذا الانسان كتير محبوب شخص محبوب كتير شخص حاسس انه بحب حاله بيشوف حاله كتير ممكن شايف حاله حتى اوكي عمشوفه مبتعد عنك اوكي عمشوفه ياخد خطوة لورا او مبتعد عنك في فراق في خصامات في ابتعاد اوكي كأنه حسم القرار انه تبتعد عن بعض ممكن تكلمت وانتو يا برج الحمل انتو والشريك على انه تاخدوا قرار ترجعوا لورا او تبتعدوا عن بعض اوكي في قرار اخد بشأن العلاقة عمشوفك حتى انه انت بارم ظهرك تجاه هذا الانسان عمشوفك عم تظهر بطاقة الكوين اوف سورتس كانو مقفل كل الابويب ما عم تفتحها لهذا الانسان اوكي عمشوفك تاخد طاقة الانسان كأنه اخدوا قرار انتو والحبيب انو ما تحكموا مع بعض وكأنه حسمتو قراركن اوكي عمشوف كدالك حتى هو مصدوم جدا مصدومة انو بتعد عنك انو فترقتو اوكي ممكن في في غرور بالعلاقة شوي وكل واحد عندو كبرية كتير عالي لهيك انتو ما مملتو خطوة انو ترجعوا لبعض في في نوع من الايغول كتير عالي وعمشوف على انو هذا الانسان يفتقدك يا برش الحمل اوكي كتير مصدوم انو بتعد عنك حتى انتو لا انكر انو عم تقاوم انو بتكابر يا برش الحمل عشان تنسى هذا الانسان وعم تعمل يعني مجهود كتير اضافي عشان تحس بسلام داخلي ممكن لهيك انا عم شوفك عم تبتعد وعم تاخد عزلة مع نفسك عم تعديد قراراتك كتير يعني كأنو بتقاوم هذا الاحاسيس اللي عم تجيك ببالك ممكن اللي عزت نفسك وكبرياءك الكتير عالي ما بيخليك انو تضل مع هذا الانسان او ممكن جرحك قالك كلام ما عم كأنو حسيت حالك انتو نهانة كرامتك اوكي لهيك انتو اتخد قرار انو تبتعد عن هذا الانسان اوكي بالنسبة لعم شوف بالنسبة للشريك عندو راغبة ملحي سراحة انو انو يرجع يعني هذه العلاقة الى ما كانت الي عندو هيك راغبة داخلية حتى لو لم يحكيها لالك او لم يبدي هذه الاشياء لالك اوكي هو عندو راغبة داخلية انو العلاقة تستمر ويكون فيه صلحة بس بالنسبة لالك عم شوفك حتى عندك مشاكل بالعائلة عم تخليك بتخليك حتى عندك عائق انو تستمر بالعلاقة عندك مشاكل عائلية او هذه العلاقة سببتلك مشاكل عائلية خليتك انو تراجع كتير اشياء ممكن انت تتعامل مع برج الاسد او تتعامل مع برج الثور عم شوف برج السرطان الحوت عم شوف كدالك برج العبراء اوكي سراحة في كبرياء كتير عالي في كتير كبرياء وهيك عم يعني هادا الورقة بتقتي لتأكيد هادا الامور يعني كأنو في كبرياء عالي بالنسبة لالك وبالنسبة للشريك كدالك عم شوفك بالوقت الحالة انت موجوع جدا اا موجوع جدا هادا العلاقة ومن الشريك كدالك ممكن تحس انو العلاقة يعني وصلت لمرحلة اا لا يمكنها اا الرجوع او يعني صياغة العلاقة من جديد عم بتحسوا انو العلاقة وصلت لمرحلة اا لا يمكن التطور فيها اوكي بالنسبة له هو اا يا الرغب عنده راغبة شديدة انو تكون في رجع انو يكون فيه صلحة لانو عم شوفه عنده باب يعني كأنو فاتح قلبه او فاتح يده لا يمسك الكاس كاس الحب اا بس انت بالعكس انت حاسس بخسارة داخلي وفيه علام داخلي اا ما فيك ما فيك تقاوم هذا العلام ااا سراحة اول علاقة كما تظهر على انو في كبرياء كتير عالي في حنين لبعض عم تحنوا لبعض انو عم شوفك متألم اكثر من الشريك الاخر. كانو كبريائك تحطم. وبرج الحمل عنده كبريائك كتير عالي هو هو برج العسد. كتير كبريائون عالي وما كأنو بيحس حالو نخدش داخليا. بالنسبة صراحة للخطوة القادمة ما عمشوف خطوة. عمشوف انو الاوضاع راح تظل هيك جافة بينيتكن. راح تظل في قطيعة راح تظل في ابتعاد عن بعض وكل واحد راح يذهب لطريق الابتعاد. اوكي? بس في يعني انا عمشوف في كسرة قلب كتير كبير. اللي انا عم تظهر في كسرة قلب وفي وجع في بالوقت الحالي ما عم تظهر لي حتى مستقبلا العلاقة عنده تطور لانو في كبريائك كتير عالي. وكمين عمشوف على انو اه الورق ينصحك للتجاه الى التأمل الى البحث عن عن الذات اوكي? اذا كانت هذه العلاقة تجرحك او تعطيك اشياء سلبية ما عم تخليك تتطور حاول انو تبحث عن اشياء اخرى ترتقي بيا روحيا اوكي? الصلاة البحث عن النفس الكتب. تقرأ كتب علم نفس انو تطور من حالك. هذي الاشيه عم تساعد الانسان انه يتطور روحيا بس ده العلاقة عم تعمل لك انه انت عم تهوي بك الى الظلمات نفس عميقى او انه عم تفكر بشيء من السلبية لا لاحيك عم يقلك انه حاول انه تكون او متفاعل بالحياة انه لازم تكون ما تخلي شيء سلبي يعكر صفو حياتك او دهنك او تخليك انت عم تفكر بسلبية حاول انه تاخد الامور بسلاسة حتى لو ما كان هذا الانسان هو المناسب للك حاول تطلع على الاشياء الايجابية بالحياة حاول تكون ايجابي والعلاقة يعني اكتسبت منا خبرات يعني هذه الخبرات رح تساعدك يعني بالمستقبل بالعلاقاتك بكتير اشيء اوكي بالنسبة للوضع العام او او الوضع عمشوف على انه في شيء جديد رح هيكون بجانبك او الحط رح يكون بجانبك شيء يتعلق بي اا ممكن اذا عندك راغبة انه في اطفال او في انجاب ممكن يكون اا في انجاب اوكي عمشوفك بهذا الشهر عم تعطي صدقات للناس عمشوفك تهتم بالجانب الروحي اكثر عمشوف كدالك حتى عندك اهتمامات كتير يعني كأنه عم تعمل توازنات بالحياة عم تتجه نحو العمل وكدالك عم تتجه نحو الجانب الروحي والصدقات والاهتمام بالاخرين اوكي بس عمشوف في باب رح يفتح امامك هذا الباب ممكن يكون اذا يعني كنت بحث عن طفل او عمشوف على انه في اا ممكن في او في احتمالية انه تكون حامل للمرأة اوهايدي اكيد واذا كنت رجل يعني ممكن زوجتك تحمل اوكي مع عمشوف كدالك على انه اا ام عمشوفك تتجه للعزلة عمشوفك تتجه للعمل بس العمل بعزلة عمشوفك عم تخالط الناس اا اا ا مम محدد كانو حدد او قعد تحديد كتر اهداف بالحياتك كانو عم ترسم اهداف جديدة بحيات هاده الوقفة مع النافس اللي انت عمتمر فيها بشهر شون عم تخليك عمترتب اهدافك عمترتب اولوياتك عم تاخد الامور بشكل اخر عمشوفك عم تشتغل عم تهتم بالشغل وحقيق مرادك يا برش الحمل. عمشوف كما يعني ممكن بهذا الوقت عمشوف ابويب تفتح ازا انت ازا كنت عم تبحث عن عمل وخاصة الناس اللي عم تشتغل باللي بدت عمل يعني مسلا ممرضين اطباء بكل ما يتعلق بالنوترين او بالمساعدات الناس الاخرين فعمشوف انه هاته الابويب ستفتح عمامك. ممكن قدعلك على انه ستفتح كتير ابويب خير وخاصة ازا كنت بالفترة السابقة في في مشاقات وفي عناء كتير كبير فانا عمشوف الامور رح تتحلحل ازا كان عندك ركود بالعمال عمشوف الامور بالعمال عم تتحلحل كدلك. عمشوف في راخبة انو تحقق اهدافك واحلامك الدفينة عمشوف في مدخول مادة جديد رح يأتي اليك يا برج الحمل. اوكي? اه لهيك بقلك stay optimistic يعني تضل اجابة انو الاوضاع ستتغير. الحدس رح يكون بجانبك وفي ابواب يعني عمشوف في ابواب جديدة رح تفتح. اذا انت بتشتغل بموضوع معين فممكن تغير وجهة نظرك. او ممكن ابواب رزق جديدة تفتح امامك. بس ممكن انت لازم تعمل الخطوة. اوكي? اه ممكن اه في صدقي انت عملت يا برج الحمل. اه ستقف امام اهدافك. ستقف لمساعدتك في تحقيق احلامك. كأنو الكارما رح تجازيك على هذا الهدف او على هذا الخير التي عملته بتحقيق اهدافك. اوكي? عمشوف على انه الوقت الحالي اوجون يخدم تطلعاتك العملية والين تطلعاتك روحية اكتر من العلاقات. معمشوف العلاقات راكزة معك. بس يعني الحمدله في طاقة جميلة جدا بما يتعلق بالاوضاع العملية. بالنسبة لطاقة العذاب عمشوف في شخص من الماضي رح يرجع يحكي معك. رح يحاول انه يجدد العلاقة ويجدد او يبدأ بداية جديدة معك. عمشوف انه بيظهر بطاقة دفول او كذلك. يعني ممكن يكون من برج الرزع او من برج الثور. عمشوفه عم يبلش حكي معك بهذا الوقت. وعم يريد يعني ابداء او يريد صلحة او بداية جديدة معك. بس عمشوف انه انت يعني متخوف جدا من العلاقة. ما عمشوفك عم تغامر كتير. عم كانو انت متخوف ومسكل الابيب. عمشوفك كذلك على انه انت فكرك مشوش او ازا عندك خلفية او ازا كان عندك تخوف او كانت عندك حلوة من الماضي مع هذا الانسان. فانت متخوف انه تبدأ بداية جديدة معه. عمشوفك بتراجع اولوياتك. يعني متخوف جدا. وممكن ازا حتى في راجعة مع بعض انه في صلحة ورح يرح تفتح له باب الصلحة. فانا عمشوفك هذا يعني هذه العودة رح تاخد وقت. اوكي ممكن رح تدروس العلاقة او رح تدروس هاد الشخص. تدروس نيته كتير اوكي. سراحة عمشوف عمشوف في رغبة انه هو يكون معك. عمشوف هو بقدم كاس الحب. عمشوفه حتى هو تغير اوكي. كانو مر من مرحلة حاول رجع اولوياته كذلك. حتى هو لانه هو مر من مرحلة الديث او الموت. الموت الفعل مش موت الفعلة بس هو موت مجازة. يعني انتهاء شيء وبداية شيء. الانسان هذا مات فيه شيء واكتشف اشيء اخرى. كانو بدأ عنده وعي خاص. اوكي ممكن هاد الانسان اكتشف انه انت الشخص المناسب او اكتشف فيك اشيء ما كان عمشوفه قبلا. وتعرف عليها واكتشفه ورجع نفسه. عمشوفه عم اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.